موسيقى للأسف الشديد تقريبا إلى 10 دقايق بحكي مع الكاميرا وكنت بعتقد أنه كانت تصور لكن للأسف الشديد استنتجت وأنا جاي أوجف التصوير أن الكاميرا لا تصور دعنا نبدأ من أول وجديد بدأت تكلم عن موضوع كيفية أنك ترجع حسابك على علي إكس بريس طبعا ما بيعرف موقع علي إكس بريس هو موقع شراء إلكتروني من الصين توصل لك الأغراض التي تشتريها عن طريق البريد من 10 أيام تقريبا لقد افتح الحساب تبعي وجدت أنه يعطيني رسالة أن الحساب معمول له معلق أو موقفين فتدخل الوزر والباسورد بيديك بيقول لك عشان أن تقدر تفوت على الحساب بديك تدخل رقم جوالك عشان يبعث لك ميسج في كود بتدخله عشان يشتغل للأسف الشديد لو تقعد 100 سنة تدخل رقم الجوال مش هيبعث لك الكود على الجوال اتبسط مع الدعم الفني الموجود على موقف عليك سيبريس لكن يجب أن تفوت بحساب ثاني لكي تستطيع التواصل معه للمحادثة المباشرة يجب أن تكون عامل تسجيل دخول فقالت أنت عندك حسابك المسكر وعندك الحساب الذي ستدخل فيه مثلا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق تويتر أو تنشئ حسابي جديد فقالت الدعم الفني كل الدعم الفني في عليك سيبريس ستقدر تقولوا عنهم السرور يعرفوني عصبت عليهم كثير لأنه تقريبا عشر أيام ونت بتترسل معهم أنه يحاول يردو لك الحساب تابعك كل اللي بيقولك إياه أنه أنا هرفع لك او اعتراض للجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وبعتك بنساك ما بيبعت لك أي شيء أول دلات أيام انتظرت ما ردوا علي رسلتهم كم مرة كلمت ستيسي كلام جينيفر كلمت ديفيد كل اللي في المؤسسة وخبصت في الكلام معهم علشان أنه يشوفوا لي حل ما علينا الفكرة كل هيتها أنه هو بيقدم اعتراض للجهة الموجودة في عليكسي بريس وبدك تستنى فترة من الزمن هم كسلين وما بيتواصلوا وما بيدوروا عليك إذا أنت حسابك تسكر هو ما حد بدوروا عليك لازم أنت تضلك تزين عليهم وتتواصل معهم لما يفتحوا لك الحساب حتى كمان ما ببعت لك إيميل يقول لك إنه والله اه حسابك رجع لا أنا بالصدفة فتحت الحساب كون بدي أصلا أرسلهم مرة تانية أقولهم حلوني يا عمي بدي تفتحوا لي الحساب فلاحيت لقيته موجود ومفتوح 100% فهذا كان السؤال اللي وجدته على اللي هو المواقع دي على الفيسبوك اللي إليها علاقة في علي إكسي بريس ولقيت الموضوع متكرر فحبيت أشارككم تجربتي في كيفية فتح حساب علي إكسي بريس المغلق وكيفية التواصل معهم الفكرة إنك تتواصل مع اللي في تشات علشان يقدر يعمل لك لهو تسجيل دخول من أول وجديد ويرجع لحسابك مرة تانية يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته